ظهر في القرن السادس شخصية هذه الشخصية الآن تسمى بشيخ الإسلام ابن تيمية الذي تأثر كثيراً بالفكر التلمودي والفكر الإسرائيلي نعم وهو شامي يعني من سوريا من حرة وهو أيضاً كان يعيش في حارة اليهود في الشام وكما وصفه أحد معاصري من كبار علماء أهل السنة والجماعة الإمام الحصن الدمشقي قال هذا فرخ من أفراخ اليهود طبعاً هذا تصليح خطير يعني طبعاً نعم وهذا موجود الآن يعني قال فرخ من أفراخ اليهود لماذا؟ لأن ابن تيمية أيضاً أدخل الفكر التلمودي والفقه التلمودي الفكر والفقه التلمودي خطير جداً يعني أحكامه هو الفكر التلمودي هو الذي يسيء إلى الأنبياء الذي يقدم الأنبياء بطريقة فيها الكثير من الهوس الجنسي والانحراف والدناء والحقارش الفكر التلمودي الذي شوه صورة الأنبياء الذي أيضاً شوه حتى الذات الإلهية قدم الله عز وجل بطريقة فيها تسيم هذا الفكر التلمودي للأسف فكر خطير جداً تبناه ابن تيمية ونظر له من خلال الروايات خصوصاً هذه الروايات الإسرائيلية والآيات المتشابهة في القرآن الكريم أيضاً ابن تيمية أدخل إلينا الفقه التلمودي الفقه التلمودي يعني الفقه التقطيلي الوحشي الإجرامي الداعشي من هنا نحن نجد في كتاب ابن تيمية في مجموعة الفتاوى أكثر من 476 فتوى بالقتل حتى قتل الأب والأم وقتل كل يعني كل من يخالفه أدخله كما ذكرت تحت مسمى تحت شعار الإسلام والوهبية تبنت فكر ابن تيمية ترجمة نانسي قنقر